بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما ما يكون هناك دافعا لتحقيق الهدف بالإمكان أن تستغله جيدا حتى لا تندم على ضياعه مستقبلا طلاب الثالث متوسط أسعد الله أوقاتكم باليمن والخير ونحن نلتقيكم من على فضائية العراق التربوية وعددنا لكم أسئلة متضمنة بالاختبار الأسبوعي الثاني عشر ومن مجمل هذه الأسئلة التي أعددناها لكم طلابنا الأعزاء كما نحب أن ننوه طلابنا الأعزاء بالإمكان اطلاع الطلبة على منصة نيوتن ورابط المنصة ستجدونه في أسفل الاختبار من مجمل هذه الأسئلة التي أعدت لكم طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث متوسط ترتيب الأسئلة ابتداء سيكون من السؤال السادس عشر وانتهاء بالسؤال العشرين سؤال حل المعادلات التالية سؤال حل المعادلات التالية بالتحليل أو بالتجربة كما تعلمت مع أعزاء الطلبة بالتحليل أو التجربة أننا سنقوم بعملية فك قوسيا ومن ثم مساواتها بالصفر هنا الأكس تربيع تأتي من أكس في أكس والإشارة الأولى ستكون سالبة والإشارة الثانية ستكون سالبة أيضا وهنا الـ 18 تأتي من حاصل ضرب 6 في 3 بالإمكان التأكد لك عزيزي الطالب باختبار القريب على القريب والبعيد على البعيد فهنا سيكون لديك سالبة 6 أكس وهنا سيكون لديك سالبة 3 أكس والناتج سيكون لديك سالبة 9 أكس وهو الحد الوسط هنا سيكون لديك احتمالان احتمال إما أكس ناقصا 6 يساوي صفر وقيمة أكس بإضافة النظير الجمعي موجب 6 إلى الطرفين فستكون لديك الأكس يساوي 6 or x-3 يساوي 0 وبإمكان إضافة النظير الجمعي موجب 3 للطرفين فستكون لديك x يساوي لي 3 ومجموعة الحل ستكون لديك 6 و 3 هنا المعادلة y تربيع زائد 9y-36 يساوي 0 فهنا أيضا عملية فتح قوسيا مساوين بالصفر ال-y تربيع ستكون y في y والإشارة الأولى ستكون موجب والإشارة الثانية هي موجب في السالب هنا ال-36 ستكون عملية ضرب 12 في 3 ومن ثم الاختبار أو التحقق ليتسنى لنا معرفة الحد الوسط فهنا 12 في y هي 12 y و-y في سالب 3 هي سالب 3 y والناتج سيكون 9y وهو الحد الوسط هنا سيكون لدينا إما أو إما y زائد 12 يساوي 0 يؤدي إلى أنه y تساوي لي بإضافة النظير الجمعي سالب 12 إلى الطرفين فهنا ستكون ال-y يساوي لي سالب 12 or y ناقصا 3 يساوي 0 وبإضافة النظير الجمعي موجب 3 إلى الطرفين فسيكون y تساوي لي 3 ومجموعة الحل ستكون لديك سالب 12 لننتقل إلى السؤال الذي ترتيبه السؤال السابع عشر حل المعادلات التالية بالتحليل التجربة فهنا ستكون لديك النقطة الأولى 3z تربيع ناقصا 11z زائدا 10 فهنا ستكون لديك قوسين 3z تربيع تأتي 3z في z الإشارة الأولى السالب الإشارة الثانية سالب في السالب إشارة القوس الثاني هو سالب في الموجب هي سالب أما العشرة فستكون لديك هي 2 في 5 أو طالب آخر سيقول 10 في 1 بالإمكان عزيز الطالب التحقق هنا 2 في 5 سيكون لديك الاختبار القريب على القريب هي سالب 2z والبعيد على البعيد سيكون لديك سالب 15z حاصل ضرب الوسطين زائدا حاصل ضرب الوسطين زائدا حاصل ضرب الطرفين وهنا سيكون لديك سالب 2z هنا سالب 15z في حالة تشابه الإشارات نجمع ونأخذ نفس الإشارة فستكون لديك الحد الوسط هنا ستكون لديك إما 3z ناقصا 2 يساوي 0 بالإمكان إضافة النظير الجمعي سالب 2 إلى الطرفين ليكون 3z يساوي لـ 2 ومن ثم قسم الطرفين المعادلة على 3 فz هنا ستكون 2 على 3 أو z ناقصا 5 يساوي 0 فهنا بإضافة النظير الجمعي موجب 5 إلى الطرفين فستكون لدينا z يساوي لـ 5 ومن ثم مجموعة الحل ستكون لدينا هي z تساوي 2 على 3 بـ 5 لننتقل إلى النقطة الثانية وهي 4x تربيع ناقصا x ناقصا 3 يساوي 0 وهنا 4x تربيع طالب يقول أنها تأتي من 2x في x عزيزي الطالب تحليل الحدودية الثلاثية خاصة إذا كان هناك معامل للـ x تربيع فهنا بإمكان تجرؤ فهنا ستكون لدينا 4x تربيع هنا ستكون لدينا أما 1 في 4 أو 2 في 2 فهنا x وهنا 4x الإشارة الأولى سالب إشارة القوس الأول سالب إشارة القوس الثاني هي سالب في السالب موجب أما الثلاثة فستكون لدينا هي 1 في 3 وبالإمكان التأكد عزيزي الطالب حاصل ضرب الطرفين زائدا حاصل ضرب الوسطين فهنا ستكون لدينا سالب 4x زائدا 3x وستكون لدينا سالب x وهو المعامل الوسط هنا ستكون لدينا إما x ناقصا 1 يساوي 0 يعدي إلى أنه x يساوي 1 وذلك من خلال إضافة النظير الجمعي للطرفين أو 4x زائدا 3 يساوي 0 من خلال إضافة النظير الجمعي سالب 3 أولا إلى الطرفين فسينتج لدينا 4x يساوي سالب 3 ومن ثم قسمة طرفي المعادلة على 4 فستكون لدينا x يساوي سالب 3 على 4 وستكون لدينا مجموعة الحل هي سالب 3 على 4 أبو 1 لننتقل إلى السؤال الثالث والذي ترتيبه في الأسبوع الثاني عشر هو الثامن عشر إذا كان طول صورة إعلانية لملعب كرة قدم يزيد بمقدار أربعة على ضعف عرضها فما بعد الصورة إذا كانت مساحتها هي 160 لنلاحظ أنا وأنتم أعزائنا طلبة إذا كان طول صورة إعلانية لملعب كرة قدم يزيد بمقدار أربعة على ضعف عرضها نفرض أن العرض هو عرض الصورة سيكون x عرض الصورة سيكون x أما طول الصورة الإعلانية فسيكون ضعف العرض زائدا 4 هذا هو طول هذه الصورة العرض هو x أما طول الصورة فسيكون ضعف العرض اللي هي 2x يزيد بمقدار أربعة يعني هي زائدا 4 الصورة الإعلانية هي عبارة عن مستطيل الصورة مستطيلة فسيكون لدينا مساحتها هي الطول في العرض وسيكون لدينا x في 2x زائدا 4 يساوي 160 ومن ثم عملية التوزيع فسيكون لدينا 2x تربيع زائدا 4x يساوي 160 سيكون لدينا 2x تربيع زائدا 4x يساوي 160 هنا بإضافة السالب 160 إلى الطرفين فستكون لدينا معادلة ثلاثية أو حدودية ثلاثية هي 2x تربيع زائدا 4x ناقصا 160 يساوي 0 من ثم تبسيط المعادلة فالمعادلة هنا تحت من القسمة على 2 فستكون لدينا x تربيع زائدا 2x ناقصا 80 يساوي 0 بقسمة طرفين معادلة فستكون لدينا x تربيع زائدا 2x ناقصا 80 يساوي 0 ومن ثم تحليلها x تربيع هنا x في x الإشارة الأولى هي موجب الإشارة الثانية موجب في السالب وهنا 80 تأتي من 10 في 8 وبإمكانك التحقق عزيز الطالب بحاصل ضرب الوسطين زائدا حاصل ضرب الطرفين سيكون لدينا الحد الوسط هنا إما x زائدا 10 يساوي 0 بالإمكان إضافة النظير الجمعي سالب 10 إلى الطرفين فهنا x ستكون لدينا سالب 10 وهذا العرض هو ليس بالسالب هنا سوف تهمل x or x ناقصا 8 يساوي 0 هنا سيكون لدينا أيضا بإضافة النظير الجمعي موجب 8 إلى الطرفين فستكون لدينا x يساوي 8 وهذا هو العرض الحقيقي بالإمكان تعويضه العرض الصورة هو 8 متر وبالإمكان تعويضه هنا لمعرفة الطول فستكون لدينا 2 في 8 16 زائدا 4 يساوي 20 هذا هو بعد الصورة ننتقل إلى السؤال الرابع وهو السؤال الذي ترتيبه 19 في الاختبار الأسبوع الثاني عشر ما العدد الذي مربعه يزيد على ضعفه بمقدار 35 سوف نفرض أن هذا العدد هو x سوف نفرض أن هذا العدد هو x فهنا ستكون لدينا العدد هو x ما العدد الذي مربعه وضعفه سيكون هو 2x فهنا ستكون لدينا x تربيع ناقصا 2x يساوي 35 بالإمكان أن نصفر المعادلة ستكون لدينا x تربيع ناقصا 2x ناقصا 35 يساوي لصفر بالإمكان هنا تحليل حدودية ثلاثية فهنا ستكون x تربيع هي x في x الإشارة الأولى سالبة الإشارة الثانية سالبة في السالب إشارة القوس الثاني موجب وهنا 35 ستكون 7 في 5 هنا سيكون لدينا إما x ناقصا 7 يساوي 0 بإضافة النظيرة الجمعي موجب 7 إلى الطرفين فستكون x يساوي 7 أو x زائدا 5 يساوي 0 وبإمكان إضافة النظيرة الجمعي إلى الطرفين سالب 5 ليكون لدينا x تساوي لصالب 5 لذا العدد هو إما 7 أو سالب 5 وبالإمكان أن تعوض هذه الأعداد في المعادلة وتتحقق منها عزيزي الطالب السؤال الخامس والأخير وهو السؤال والذي ترتيبه 20 في الاغتبار الأسبوع الثاني عشر السؤال هو جد مجموعة حل المعادلة الآتية وهي x ناقصا 3 تربيع يساوي 4 هنا لديك طريقتان عزيزي الطالب إما هذا القوس هو مربع حدانية فستقول هو مربع الأول نفس العلامة ضعف الأول في الثاني زائدا مربع الحد الثاني وتساويه في الأربعة أو سيكون لديك طريقة ثانية وهي طريقة الجذر باختيار الجذر التربيع للطرفين فستكون لديك x ناقصا 3 يساوي موجب سالب 2 ومن ثم يكون لديك احتمالان في الحل موجب سالب 2 وسيكون لديك احتمالان في الحل احتمال إما x ناقصا 3 يساوي 2 أو x ناقصا 3 يساوي سالب 2 دعونا نتطرق إلى الطريقة الأولى فهنا قمنا بعملية تربيع الأول نفس العلامة ضعف الأول في الثاني زائد مربع الحد الثاني زائد 9 يساوي 4 ومن ثم إضافة السالب 4 إلى الطرفين لينتج لدينا أنه X تربيع ناقص 6X زائد 9 ناقص 4 يساوي 0 هنا عملية اختلاف الإشارات نطرح ونأخذ إشارة الأكبر فستكون لدينا X تربيع ناقص 6X زائد 5 يساوي 0 ومن ثم تحليل حدودية ثلاثية فهنا ستكون لدينا X في X ناقص في الموجب ناقص وهنا الخمسة ستكون هي 5 في 1 وهنا السالب عذرا فهنا ستكون لديك احتمال إما X ناقص 5 يساوي 0 وبإضافة النظيرة الجمعي موجب 5 إلى الطرفين فستكون لدينا X يساوي 5 أو X ناقص 1 يساوي 0 وبإضافة النظيرة الجمعية للطرفين X يساوي لي ستكون X يساوي 1 دعونا ننتقل إلى الطريقة الثانية إذن مجموعة الحل هي 1 أو 5 دعونا ننتقل إلى الطريقة الثانية أو الطريقة الأخرى وهي قاعدة الجذر بالإمكان أن نأخذ الجذر التربيع للطرفين فهنا سينتج لدينا X ناقص 3 X ناقص 3 تربيع X ناقص 3 وهنا الجذر التربيع للأربعة وهي موجب سالب 2 فستكون لديك احتمالان احتمال إما X ناقص 3 يساوي 2 أو X ناقص 3 يساوي سالب 2 X ناقص 3 يساوي 2 وبإضافة النظيرة الجمعية موجب 3 إلى الطرفين فستكون لدينا X يساوي لي 3 زائد 2 يساوي 5 هنا X ناقص 3 يساوي سالب 2 بإضافة النظيرة الجمعية موجب 3 إلى الطرفين فسيكون لدينا X يساوي سالب 2 زائد 3 ويساوي لي واحد إذن ستكون لديك مجموعة الحل عزيزة طالب هي واحد وخمسة وآخرا مفتاح الوصول للنجاح تجده عندما يكون لديك الرغبة في الوصول لذلك المنفذ إلى هنا نأتي إلى نهاية اختبارنا الأسبوعي الثاني عشر آملين أن تكون قد وصلت الفكرة إليكم إلى أن نتقيكم في اختبار آخر إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة